السائل يسأل يقول في إيران لا يوجد بنك إسلامي يعني جميع البنوك ربوية فهل يجوز فتح حساب في هذه البنوك مع العلم أن هذا المال لم أفهم يبدو أن يذكر لن أستطيع أحج أو أعتمر إلا بفتح هذا الحساب وهل إذا اعتمرنا أو حجينا بهذا المال يعتبر حج صحيح طيب الجواب يا أخي له شقان الشق الأول فتح الحساب في هذه البنوك للدخار خوف السرقة و لاستخدامه فيما لا بد منه مثل التحويل لأحاد أو تسديد فواتير أو غير ذلك فنقول هذه البنوك الربوية يجوز لك أن تفتح فيها الحساب بقدر الحاجة بقدر حاجتك فقط أما ما يتعلق بالحج فإذا كنت تريد الحج فانظر للنظام الذي في بلدك كم الفترة التي يشترطون فيها أن يكون عندك حساب في هذا البنك أو عندك مبلغ معين في هذا الحساب إذا كان مثلا يشترطون أن يكون مضى له ستة أشهر في البنك فلا تجعل هذا المال أكثر من ستة أشهر حتى لا يستعون به على الباطل وهكذا والحصيف يستطيع أن ترجمة نانسي قنقر